ما زال ملف أزمة النازحين في العراق يعد من أبرز القضايا بتداعياته الإنسانية التي يمكن وصفها بالمأساوية فمن سيء إلى أسوأ تمضي أوضاع النازحين وتتفاقم معاناتهم بصورة دائمة نتيجة للإهمال الحكومي والتقاعس عن توفير أبسط مقاومات العيش لهم سواء من كانوا داخل المخيمات أو من عادوا لمناطقهم فعلى الرغم من المبالغ الطائلة التي خصصت لدعم ويعانة النازحين إلا أن معظمها تم هدرها ونهبها باعتراف النائب ماجد شنكالي عضو لجنة الهجرة النيابية الذي أكد أنه لم يتم تسوية مليارات الدنانير التي أنفقتها وزارة الهجرة للنازحين ولا أين تم صرفها الظروف الصعبة التي يعيشها النازحون في المخيمات أجبرتهم على المطالبة بسرعة إعادتهم إلى مناطقهم إلا أن الحكومة لم تستجب لهذه الدعوات إلا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة حيث بدأت تجبر النازحين على العودة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها الحكومة كانت تتعامل بازدواجية حتى بإجبار النازحين على العودة لمناطقهم حيث إنها رفضت عودة نازحي جرف الصخر بالرغم من أنها من أوائل المناطق التي أعلنت استعادتها بينما تجبر سكان مناطق أخرى مدمرة بالكامل على العودة تجربة عودة البعض من النازحين كانت فاشلة بجميع المقاييس بحسب العائلات العائدة وذلك للدمار الهائل الذي حل بمنازل المواطنين وممتلكاتهم وافتقار مناطقهم إلى الخدمات الأساسية منظمة الأمم المتحدة أطلقت خططها الإنسانية لعام 2018 التي تركز على دعم الأسر العائدة مع المساعدات النقدية الطارئة لمرة واحدة لتوفير ضرورات الحياة بالإضافة إلى دعم بعض المشاريع الأساسية ومواصلة دعم الأسر النازحة مع مواد الإغاثة والحفاظ على توفير الخدمات في المخيمات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية محلية ودولية طالبت بتوفير مبلغ قدره 569 مليون دولار أمريكي لتلبية احتياجات 3.4 مليون نازح إذ يعتبر توفير الدعم للحماية أمرا بالغ الأهمية وبدون هذه الخدمات لن تتمكن الأسر النازحة من العودة إلى ديارها المنسق المقيم للأمم المتحدة أشار إلى أن عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية سيحتاج إلى توفر مساعدات كبيرة مجددا دعوته الحكومة في بغداد إلى احترام العودة الطوعية والآمنة للنازحين